اشتركوا في القناة مع البكلة مع نسرين زواهرة مساء الخير لكل اللي مضايعيني بعدني على الشاشة بس رجعت النهار لورا وصرت كل جمعة نهار الجمعة بعد الأخبار على البكلة على البكلة بعد الحلقة الأولى بحسب يعني بعد الحلقة الأولى يا رب ألطف حسستوني جاي أخذ من دربكم هوا مع أنه أنا جاي أعطي معنى للهوا وضوي على أصص كلنا ما لازم نسقط عنها فاتطمنوا أنا مش دخلي بلعبة المنافسة وأكيد ما غيرت ولا بغير أوعدة ما فيني أصلا بس خدوا نفس علي وبما أنه كلمة الحق ما بتخلي صاحب ما كتير فرقة معي البداية مع إيه ولأ موضوع ألفينين الراحلة سيزان تميم إلى الواجهة من جديد وهالمرة مع تسريبات لمجموعة مكالمات هاتفية بصوتها أنا طول عمري خلتها من المرة حياتي كلها بقول لها للغلق وبقول لها للناس اللي عايزة تهدي كرامتي بالألفين وثمانه رحلت سيزان تميم ومن وقتها لعل ما خليناها ترقد بسلام مضى الخبرية ما طلعت واليوم مؤسف جدا كيف الأعلام عم يتخطى كل الأخلاقيات المهنية كما لو إنه قشت الرزقة نعرفه لازم نقوله على الهوى على الأقل بحق إنساني ما عادت موجودة لتدافع عن نفسه ببطولة لبنان لكرة السلة عشوي صار مجزرة بين جمهور الحكمة والعومانتمن هلأ بعرف ما في شي جديد عم بقوله بالخبرية بس أنه ليه ما عم نتعلم من أخطاء أنا بس قولوا لي لا عرفنا بلدنا نشتغل سياسي صح ولا قدرنا نحمي فننيننا طيب علقالي لشوية روح الرياضية نتحلى فيها بس إنه ليضل إلنا مطرح بهالبلد بس بيلطش على البكلي باسم فغالي وكمية الفيديوهات يلي عم بينشرة بالفترة الأخيرة ما حدا داري شو عم بيصير معه الأكيد إنه الفنين الاستثنائي بتصور أو هاليوعقل يكون عم بيكتب نهايته بإيده لما تخطى كل الحدود بدءا بإطلالته الأخيرة ببرنامج للنشر وصولا إلى ردة فعله الغريبة على موت والدته واليوم بيأنزلوا مجموعة فيديوهات فيها شوية إزلال أو كتير إزلال لخالته يلي عايشي معه بالبيت تصرفه باسم فغالي الأخيرة تسجل حوله كتير علامات استفهيم بداية من إطلالته الأخيرة ببرنامج للنشر وصولا إلى تعاطي مع خبر وفيت ولدته وتصرفه بحق خيلته اللي بتسكن معه بنفس البيت من خلال نشره سلسلة فيديوهات ما بتقطع مع تعليقات أثارية استغراب الناس تفكروني عن بطل بيت شوية خالي شوية خالي هل عم بيتقصد باسم استفزاز الناس والأعلام بهدف لفت الانتباه ماد بابا ومادة ماما ومادة كالبتك أو في شي تاني ورا تصرفاته على فكرة أنا ما بقى كتير فهماني عليه معي بالستوديو دكتور نبيل خوري الاختصاصي بعلم النفس العيادة عبيلة أسألك والناس كمان عبيلة تسأل شو هم بيصير مع باسم فغالي ليه هالتغيير الفوجاء الكبير بغض النظر عن كون باسم فغالي أو غير باسم فغالي بده واحد يبحث بالتفاصيل كله بالتفاصيل الممل مما جرى داخل الجو العائلي كيف كانت العلاقة بينه وبين أترابه بين أهله بين أقربائه هل كانت مضطربة هل كان هناك حالات من التفاوت على مستوى التواصل كان هناك ضعف حتى في التفاهم بده ينفهم كل شيء قبل ما نحكم على العالم لأنه الحكم غيابيا بيصير حكم على النوية تفاصيل يمكن يكون كمان بالبيب الآخر رغبة بشوية استظهار إعلامي يعني مشهدية هو مش عايز أنا ما بتصور يعني باسم فغالي ظاهرة كلنا منقول الاعلام والناس اعترفت فيه وبتابعه يعني ما بتخيل هو عايز يعمل هالأصص كله ما حدا عايز فعليا ولكن كل إنسان بحاجة إلى مراحل المراحل إلى تخصيب نتاجه وإلى تعزيز نتاجه فمبي obtained conglse ohhh هذا الواقع هذا واقع بعالم الفن medy gaagач طلعت شبه عاري به احد الأغاني من طاقضوا كل المنظماتindePuretedenza واللمحافظين الجدد في امريكا ارتفعت مبيعات ال видитеم مليون كلهم بيعملوا بعالم الفن مشهديات صادمة بتشكل سكوب تلفط نظر الناس بتصير مادة دسمة مش غلط مش غلط يعني يعملوا شوك للناس بعلم النفس يا ست نسرين ما في شي اسمه خطأ وصواب في شي اسمه هالشي بيناسبني او ما بيناسبني بيناسب المشاهد اصدق بيناسبني الي بيزدلي مبيعاتي بيزدلي شعبيتي بيزدلي قوتي على الارض بصير حديث شبكة التواصل اجتماعي وحديث الاعلام متل ما عم بيصير هلا هيدا الشي بكون حقا طب اذا بدي احكي بباسم فغالي شو اللي صار معه اليوم ليه اليوم هيدا النقلة يعني ما قال نجاحه بعده محبوب بعده ما طلع منافس لقيله لا يخاف شو اللي صار به هيدا المرحلة لهالقد يكون اذا بدك هيك يعني عم بيستفسك انه الناس خاصة لما بموت والدته واليوم بطريق التعامله مع خالته يلي هي كمان مسنة لا يمكن ان يحكم على اي انسان باعراف علم النفس كله الا من خلال اللقاء معه الا من خلال التحليل الا من خلال التشخيص اللهم اذا كان هناك من مشكلة بحاجة لتشخيص اهلا اذا بيحب اهلا وسهلا انا ما اكيد ما راح ارفضه ولكن ما فينا نحكم غيبيا هيدا تحصيل حاصل في كتير امور بيخدى الانسان بلحظة انفعال تحليليا شو شايف على الوضعية ككل في قطب مخفية بحاجة لبلوره ولمعرفة اسبابه يعني فيه علامات استفهامه طبعا سواء على مستوى العائلة ككل والحياة اللي كان عايشة بعائلته او على مستوى التدعيات اللي نجدها العلاقة وان لم يكن هناك فعليا من حالات تستدعي التمحيص بها يعني ما كان فيه اشكالية عالية ساعتا يبدأ تشقيص شخصيته نوعية تصرفاته والخلل الذي طرقه بمنظار الناس على بعض الامور التي بحاجة لطرقه طب هل ممكن كل هالقصص اللي عم بيعملها والفيديوهات يلي اذا بدك عم بتدق بشق انساني لما عم بيحكي مسنين لما عم بيحكي امه يعني فيه قصص عم بتوجعنا نحنا حتى المشاهدين ممكن هيدا شيء اثر عليه كفنان يعني نحنا ما نقعد نتقبله كفنان كظاهرة رغم موهبته الكبيرة ما صارت بالتاريخ ابدا فيه كتير فنانين نقلبوا على اهلهم فيه فنانين قالوا مع 30 و40 سنة انه اهلهم كانوا اشرعا بس السوشال ميديا قيمة عليه دكتور ايه وفيه سوشال ميديا عم بتدافع عنه ما دايما لا ما حدا دي اقلال اللي دافع عنه كتير بس انه ما فيه اجمع على اي انسان في العالم هناك تقوص تمارس في اطار السوشال ميديا هالتقوص اصبحت مراضف للاوعي كل انسان عم بيشارك بكتبته من خلال هالكتبات هذه تعكس نفسيته قلو شعوره قلو مناظرته قلو الى الامور وليس بالضرورة تعكس تشخيصا للشخص الذي تقيمه نعم شو ممكن تقوله لباسم فغالي بنهاية الحوار اذا بتحب توضح وجهة نظرك لحتى انت بتحب توضح وجهة نظرك لحتى الناس تفهم شو عم بصير بيكون منيح ويجب انت يدرك العزيز باسم فغالي لان انا بكن ضروري يوضح لنا ولا بيقدر يكون حربي لان حياته بعض الناس المشاهير تحديدا هي ملكية عامة ما فينا نقول انه انت عندي قصوصيتك الا اذا كنت انت حريصي عليها بس بمجرد انك تكوني تحت الاضواء لم تععد حياتكي ملكية خاصة وبالتالي من يحق للناس ان تعرف ماذا يجري واذا انت احببت اما اذا انت لم تحب فهذا خيارك بشكرك دكتور نبيل خوري انا مثل بقلي بدعي انه يوضح لانه منه بحاجة لكل هالدعاية السيئة بالعاكس هو موهبة كبيرة بتستحق انه يكونوا مركزين بس على فنه صحيح بس انا بتحب الفط نظرك انت سيدة العارفين وانا احترم قناعاتك ولكن ما في انسان منه بحاجة لدعاية وكل واحد عنده اسبابه وكل واحد بيعرف انه كان بفترة بقمة المجد واضمحلها المجد وبالتالي بحاجة لمتابعته شكرا دكتور نبيل خوري اكيد رح يكون لقاءات تالية بمواضيع كمان اخرى بتشكرك بتشكر حضورك رح انتبع علبك لي بعد البرائك بعد الاعلان في انتش يعني تنطقوا بشك باك رشح الباك ايام طلع الباك يشكر الباك لانه رشح الباك بتشخر بشخر انا ونيم لاش مطوع ايو لا وتابع بس هالمرة عكبير 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 مع بلعوم ميريا مكلينك مدري لغلوغة ما بحشو صار معاشو حسيت ما بعرف اتصورت بالحمام وعلى التخت ونطنطيت على الحيطان عملت كل شي بيخطر عراسكن احتارت بامرة فقرر تنزلنا هيك صورة اكيد ضربك الطيران وبقوة ارض جاو مرسالي بيسمح لحاله يتميده مع الضيف يلي بترك له مجال يتميده معه والضيف يلي ما بيترك له مجال يتميده معه مزمو مرسال كتير اوي اضديك انا محب هادا الاسيوب السخرية انا مخرر انا محب هادا الاسيوب ساخر شوان هادا البروغرام سياسي يعني احصم بده مطرحي انا بدي وسع بدي وسع الاخوة والاخوات الفاضي لات عم بيتمسخروا على الاعلامة مرسال غانم على الشاشة الزميلة الامتي فيه بدكن تعبوا هوا ما كتير تاكلوا هوا ولما تقربوا على كبار تعلموا تنطقوا عباراتكن فهمتو شو يعني تنطقوا بشك اذا بدكن شوازيغ لانه انتو كتير برنجة فرنجة بقى نقوا عباراتكن لما تقربوا على كبار من لبنان او القصة على عينك يا تيجير بس لانه مرسال غانم بوشكن على كلن الناس شايفة وهي هي اللي رح تحدد مين رح يضال بيها الكادر ومين فاليل وفارسه موسيقى على مر سنين خيارات السياسيين بلبنان شهدت نازلات اكتر من طلعات اوصلتنا لمراحل سيئة وتسويات رجعتنا سنين لورا ويا ما مفهمنا سبب بعض الاتفاقات والزيارات والترشيحات ومن بعد مشاكل على الهواء شفناهن على نفس الطاولة بمشهد حضارة جدا غريب أسوأ سبع خيارات سياسية لعام 2015 سمعوا شو هي لا تشاعل بكلي مش بس للفنانين كمان للسياسيين بس انا ما بتعطي سياسة بس في الليلة مين ينوب عني السحفية ليالبو موسى مرحبا معوادين نشوفك بسلسلة غلطونة حبيت غلطونة انا اه غلطونة طيب يلا من غالط بعض رح نحكي الليلة عن أسوأ سبع خيارات لسياسيين بالأشهر الأخيرة هتا نشوف كانت صعبة كتير لو عم بتقولي لي نقي أحسن خيارات للسياسيين بلبنان كانت سهلة علي بتعرفي كله أحسن من بعضه بس أسوأ كانت صعبة يعني كأنك عم تطلب مني مع أنه ما بيعملوا شي صاح غريب لا لا يعني كأنك عم تطلب مني أنه ليال نقي لي مثلا لقي لي غلطة لغوية بخطابه لسعد الحريري تعرف إذا بقعد كل النهار اسمه على لقي غلطة يعني كانت صعبة بس شدينا حالنا وقلنا يلا منلقي لهم سبع غلطة حتا نشوف معي مين بالمرتبة رقم سبعة بالمرتبة رقم سبعة في نائب سامر سعادة نائب سامر سعادة دايما خياره الخاطئ هو الصراحة يعني صريح كتير هلأ صراحة صارت غلط؟ ايه غلط لما تقول ايه وليب هلأ يعني صراحة غلط أنا كصحفية بمجلس النواب بنزل بقل له ساعات النائب لو سمحت دغري سامر سعادة بيوقف قدام الكاميرا ما عنده أي مشكل بتفكري أنه مقدم على كيستيون بور ان شامبيون يعني وكل الأسئلة عنده جاهزة ساعات النائب لو سمحت النشيط الوطني ما بعرف طيب ساعات النائب الأبجادية ما بعرف طيب ساعات العرف ليه؟ ما بعرف طيب بس يعني ألف بيت لا لا ما بعرف تكفي معي ولا ممكن ألف بيت شو؟ ألف بيت سيح حين جي خال ما بعرف طيب يعني هون الصراحة كان فيه مثلا يفل يقلك مستعجيل بس ما بيعمل غيره لا بس غريب أنه أول شخص بلاقي الصراحة عنده مشكلة لازم يتخلى عنا إن شاء الله بل 2016 طيب ParticipACCY بالمرتبة السادسي رس أقول ساعد الحريري يعني اليوم الرئيس ساعد الحريري يترشيحه أسوأ خيار كان يكريحه إلى نائب السليمان فرنجية ليه؟ ليه لأنه سليمان فرنجية مع النظام السوري ولا مره غير هل ساعد الحريري ي ترشيحه للسليمان فرنجية يعمل مصالحة ، قبل مصالحة سامير جعج imperمى مع مشال عون مصالحة علوية بتثبط مصالحة مع النظام السوري يعني أنه لا زابطة يعني النظام السوري لما كنا نقول كان يطلع الرؤسة الجمهورية في لبنان على أيامه يعني سعد الحريري رشح نائب سليمان فرنجي يمكن النظام السوري كان فكر فيها شوي مرتبة 500 لا يعني لكن بس أول شي بدي قدتها أقليك شغلي أنه بغربة عقاب سأر أنا ما عندي أي يعني ما في عندي مصلحة لعم بفرق حدا عن حدا أو عم بفضل حدا عن حدا صائبين الكل يعني لا ما فمنا منحزين لأي فئة دخيلك أبدا بالمرتبة الخامسة بنائب سليمان فرنجية أو رئيس سيار المرضى سليمان فرنجية لا لأنه نائب سليمان فرنجية أسوأ من أنه قبل أنه يكون خياره أو ترشيحه هالقد ضعيف لرئاسة الجمهورية الأسوأ كان خياره بأنه يطلع يشكر الباك جنبلات بأنه رشحه يعني تخيل الباك رشح الباك أم طلع الباك يشكر الباك لأنه رشح الباك يعني شو عمل الباك جنبلات بالأخير رشح هون ريح له أكيد أول من طرح طرح اسمي في لبنان هو وليد بيجن بلاط أرجي اليوم تقول له نحنا دايماً منقدره آه ماشي الأربعة مين؟ الأربعة مشالعون يعني حنقول النائب مشالعون لأنه بطر رئيس تيار الوطني الحر النائب مشالعون نائب مشالعون الأسوأ خيار عنده كان أنه ترشيح أو تعيين جبران باسير لرئاسة تيار الوطني الحر نعم نتخيلي هلأ عن نشرية الأحوار لما يقوله رئيس تيار الوطني الحر العماد جبران باسير بيرجعوا بينتبهوا أنه مشهر بدل الوقت لا يتعونه نعم لأ كان يعني كيف أولاً كتعيين محبوب برأيك محبوب جبران باسير محبوب جبران باسير من منطقة ايه آه بلشنا هات بس كرميل مشالعون يعني كتعيين أنه اليوم أنت كتيار وطني حر أنه ديمقراطية وتغيير وإصلاح وتعيين يعني هاي دي كانت فشل زريع بال2015 طب يلا مين المرتبة الثلاثة؟ بالمرتبة الثالثة وزير الاتصالات بترس حرب ليه؟ شو هم؟ لك هالمرة خياره السيئ يعني ملقيت له خيار سياسي أسوأ من خيار الشخصي بعملية التجميل يعني صرت بتضيعي بين دومة قراطية ونشرة الأخبار طب ليش لا ما ما يحسن حاله؟ لا يحسن ايه؟ حسن ايه؟ يعني يعني خياره بالتجميل كان أضرب من الاتصالات الرقمية بال2020 يعني بخصوص وزير التربية ما طلاله شي ترتوشي أنه بحس أنه ممكن التلميذي خلصوا البروغرام صوب قاب قيلول أو بس يرجعوا على المدرسة لايكي وزير التربية هو مشكلته 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 مش لحق على الأرصاد الجوية أو مكتب تسمية العواصف عنجات يعني تخيلي مكتب تسمية العواصف لو بيغير اسم مطار بيروت يعني لو هن بغيروه مطار بيروت يعني لو بيجيب اسم جديد لمطار بيروت بدل ما كل عاصفي يسميلنا ياه يرجع مزع نزعونه سيطه يعني هو عم بغشوه لوزير التربية مش مهيك وبالمرتبة الثانية العيال نبيهبر الرئيسنا بيهبره بالمرتبة الثانية يعني لم يغلط لا لكن هو غلط بأنه قال لازم تكون عام 2015 لازم يكون سنة النفط في لبنان تخيلي يعني إذا نفطونا ونفطوا السياسيين في العزبالي بس في نفط بس مخبيينه يمكن بال2015 إذا نفطونا ونفطوا حالهم ونفطوا السياسيين يعني بيطلع زبالي ما بيطلع منا شي نفطينا يعني السنة الثبالي مش سنة نفط يعني هاي لال2016 هلأ في نفط أكيد مثل ما قالت أكيد في نفط وعم يجربوا يلوفطوها بالمعين يشوفطوها مين بالمرتبة الأولى هيتأشوف بالمرتبة الأولى أسوأ خيار رئيس الجمهورية يعني تخيلي رئيس الجمهورية بال2015 بيظل الأوضاع السياسية اللي بالبلد وبذل أزمة النفايات جاي عم بيقول أنه لازم يوافقوا على قانون الزواج المدني بالبنان أي رئيس عم تحكي ما في المدى عم نحكي في 2015 ما كان فيه على كرستو إزبديك الفاضي اللي هيك عم بيخذي حبة أنتي سترس أنا بظهن لازم كمان أعطيك اللي أنه بيش معوضي على قصة السياسيين عادة الفنانين بيراو شوي ولا لا لا بيراو هولبي ما في غير هيدا الشي بلعكس كله بيعصب ليالبو موسى بشكر حضوريك معنا أسوأ سبع خيارات سياسيين أكيد في قصص تانية بعد بلقاءات مقبلة وهلأ مننتقل لكبسة عالبك له من بداية الستينات بيسعى نجوم الفن إلى كسب ألقاب فنية بيعتقدوا أنه بتزيدهم شهرة ونجومية وجماهرية وتساهم بانتشارهم هيك صارت الألقاب اليوم أسماء ومعاني وعنوين رناني أكيد سامعين بتنعطلة مين ما كان من قبل مين ما كان بس الفرق بين اليوم ومبارح شاسع جدا والألقاب بعمرة ما رح تكسبكن احترامنا فنكون وحده هو اللي بيعمل كل القصة هالموضوع كنقلو فيه الفنان فارس كرم رأي كتير صريح وكتير جريع ضيف كبسة على البكلي الفنان فارس كرم حضروا معي كستنيت علي والحطبيت على فارس كرم فارس جاي لعندك فارس شوفين بعدك حبيبي ما أنا مو فيني أجي لعندك وما أجي أبكر فعلة لا بيجزين لا بي فوق السفر ماذا تحكي صراحة إذا لوقت على المستشف أقدت قضية هاليومين أنت نلوقي وما عليك تعمل ولا حقعد هون فارس كيفك مي صفر برلك أول شي ليه جزين بالقلب جزينة على الرأس بس أنو صلي 7 ساعات لو صلت عملت كذا إسكار بعيدة شي ساعة ونص عام بيروت بالنسبة يقلك بالنسبة يقلنا 7 ساعات تعرفي أنه اليوم أنا نيزل وطالع مرتين ليه جزين عطول؟ فيه أحلم جزي فيه أحلم الرواء بلا عجقة السار وبل الشتاء وبلها وعرواء يعني هوني فاريس كرم قلبك ولا عقلك يتحكم فيك؟ قلبي؟ يا راية عقلي يتحكم فيي ولا مرة عقلي يتحكم فيه ما تعلمت؟ أيام هاك أيام هاك عندك فكرة؟ ليش الجديد؟ ليش الجديد؟ أهلا وسهلا فيك على الجديد أهلا وسهلا فيك أول أطلالي على الجديد وعبر التلفزيون الكريم ننوّرنا أول مرة أنا أعجلة فاريس كرم عندك فكرة على سيرة القرب لماذا سبايدرمان وباتمان بيلبسوا الأندر وير فوق البنطالون؟ لا ماذاك فكرة؟ لا ولا أنا بس أنه ليش مرة حللت؟ تبديك إنلي كلمة؟ إيه إنلي كلمة وأنا مرة حاضر في سبايدرمان وأنا مرة؟ ما كنت تحضر؟ بو ملحي مزينة ونخول مزينة ونحول طيب إنجاري لا بلا أيام أسوأ ذكرة بحيات فاريس كرم شو كانت؟ ما في أسوأ بتفكريها أسوأ بس مش أسوأ ما في يعني بس في مرحلة صعبة؟ إيه بس المرحلة الصعبة أنا بقول هي إني قفقت شخص بحبه والحمدلله بعد الحديث هلأ إمي وبيق بالعيوني فبقول ما في مرحلة صعبة مرأت بحياتي الله عطاني كل شيء حلو طب على سيرة الغرام والقلب والحب حبيت مشهد الغرام بين العونية والقوات؟ كتير حلو بعد هالعمر لكن اللي تخانقوا والتقبروا؟ كتير حلو مع إني أنا ما بحب السياسي وما بحب السياسيين تمينة ولا أربعة عشر؟ لا ها ولا ها مع مين؟ ما في لبناني مش مع ها ومع ها؟ أنا مع لبنان وللأصف مش رح يبقى لبنان ها ليه؟ أه تعرفين؟ أنا بكره ها أحكي بالسياسي بس شوفوا سياسي على التلفزيون أي سياسي ممكن شو بتعمل؟ بغير الغرام أم قدي عمرك فيرس كرام؟ يعني ما قادرة جميل اسمم لعليك صغير تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين؟ عم تزغير شوية؟ نا 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 بديك جيب لك تذكره؟ اي جيب تذكره أين تذكره؟ جيب تذكره فوق أين بديك؟ لا تسألني على التذكره طبعا أنا خمسة عشرين لا عن جد هلا اي جيب تذكره لا أخبره أين تذكره؟ ما فيش تذكره تب خاس يا لا صدقتك خاس صدقتك لا أبشرين ومشي لا أبشرين قولي والله قولي والله ونحشيل شي شو عم تحكي؟ ماليش لو أم هول حلوين طب فيرس كرام كنت تلعب ببيوت أنت وصغير؟ ايه عطول أنا الحكيم كم بنت فاحس؟ عطول أنا الحكيم وعمل أبر يعني ما يمشي الحيل بلا مايكي بدك تفتح معي؟ تفضلي ما تشيله شي ايه؟ اوكي هول شو ما نعمل فيه؟ جيب لي الشبوية شوي هاي المصبع هول بنا نشوي شوي ايه خليك خليك يعني انا قفلاً شويت على الشوب ايه هلا أزا برا صعحة وهون شوب ايه يعني على المستشفى أنا بكرة بس لابسة قميسة ايه عطونا عطونا سكين لا 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 هون لازمون قص ايه من قص ايه من قص قص مش 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 كرة اول شي هو مش منيح لايكي طرايه ايش يعني؟ مش منيح مش منيح غشونة ليش طلعتين هالتليجيو ليه ما بكتطلعت تليفزيون كتير فارس؟ كنو طلعت هالمدة طلعت ايه ايه خالص طب فارس كرم جولدن مايك ايه منك بالموسم الثاني هن مبدون وانت مبدك قصة الوقت شوام ديقتني لانو ماضي تور اميركا استراليا اول نسان فانزويلا بخمسة عشر تقريبا عندي فرح بيه ايه ايش انا ما قول ما يزبط الوقت لا ان شاء الله انو بيزبط لانو بروغرام حبيته كيف كانت تجربة؟ كتير حلوة اول مرة انا ونعرد علي قبل بس ما مش الحال موضة موضة يعني صاروا الفنانين بغرموا بعد أنه كله هيدا فت فيها هيك فت فيها هيك فت فيها هيك فت فيها هيك بس صارت اليوم إذا ما بتاخدي برنامج يعني أنت ممنك مقلوبة ايه بتشخر؟ بتشخر؟ بشخر؟ أنا ونيم لأش نطوعها؟ بديك تسأل لنيم حدي كم مهدي اسم أنا؟ بدي أعمل استفتاح؟ خليل بتعمل خاخي ولا خوفي؟ كيف الصفيرة؟ والله ما بعرف هلأ شغلتيني بالكستنا؟ خلق خلص حلت لك حبتين مو منك الحبتين يعني حتى تجرب لأ انت مجرد لا تجوه دايك لا ما بأسر فداك وديتعميك كستنا لا تجوه دايما لا أنا بيجوه دايما عندك مشكلة إذا عندك حدا متلك بده يغنجوه وديتعميه أكيد ده تخليلي قلبك وعيونك هم بغنجوك بالجليم؟ ايه بغنجوني بالجليم كيف؟ فاريس؟ ايه غنّت التنورة والنسوان والأرقيلة وعاد طيب شو رح يبقى من هول الأغاني؟ شو رح يبقى؟ رح يبقوا هول الأغاني لأنه نجحوا هم ايه ككل ما يطلع شي جديد نحنا عندنا ايه يمكن بيقولوا ايه؟ شو هي؟ بعدين هيدا جديد بصير أساس وبصير بصير تراس وبصير موضع مين بينافس فارس كرم بي لونه؟ فارس كرم فارس كرم فارس كرم؟ هم يعني في كتير عالم غنّت هيدا اللون يعني وانا صرت إيه لك كزا مرة انو بين تقيلت الدم والهضمة في شعر صغيرة هدافة تقال الدم حوليك؟ يابا حولي أنا ايه ايه لا قصدي يعني البي غنّوا لونك البي غنّوا لونك طيبين هيدا اللون طبعا عم نشوف حوليك عائلتك وصحابك بس قصدي هيدا اللون الشعبة درش وصار موضة ايه من نفسك؟ قلّي كون جريء وقلّي اسم واحد قدري نفسك على هاللون؟ في كتير عالم عملت أغاني كتير حلوية أجمل من أغانية يمكن بس بس وللأسف ما وصلت يعني ما وصلت محال معانا واصل بمحبة الناس هلا بشيرول مكبر شو بدك تصدر من أشئلة؟ خلاص ما بق بدك تعمل كلها العالم خلاص بس جدي بس جدي خلاص نش ما بدك تعمل كلها العالم لك انو بس بنا نوعد نحكي كلمتان طب فاريس جون 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 والجون فاريس كيف توعه؟ قهوة ولا ناس كافة؟ قهوة ناس كافة كيف توعه؟ أول شي ناس كافة بعدين قهوة أول شي ناس كافة هيدا هم كم مرة بضع حبيبتك اوه؟ هاه really توقف traps ām إنها يMagic نون إذا chce потребه 95% أنا لا حتى أكون واضح وصريح معيك أنا من ال95 اللي بخونه يمكن يمكن مزهقت؟ برا كرميل هيك قاعد جزين سألتيني ليه جزين كرميل هيك قاعد رواق طب فيرس يعتبر زعوري ولا نسوانجي صرت أعرف من كلمة زعوري وأعرف من كلمة نسوانجي عشت حياتي ومبساطت أني أنا عشت حياتي بكل المراحل الحمد لله يا ربي أنا يمكن يمكن مغناطيس لهؤ الأخبار يعني أنا جسمي لبيس بس أنا يمكن الصيت لعالي والفعل لغيري مش هلقدي يعني متل ما بين الحكة لا 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 بس أنا مرأة بكتير أصص يعني بس طب فيرس كرم قطع بمرحلة صعبة بحياتك حكيت عننا يمكن ولا مرحلة صعبة بحياتي كتر خيرك يا ربي مرحلة إذا بدك يعني ووعك بخطية من نوع ما بعرف تخطيتها صرنا 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 حكيين بهالموضوع كذا صرت حكي بهالموضوع وتخطيته بس شو اللحظات اللي ما بتقدر تنسيها يعني هيد المعلم اللي عاملي جرح كبير بقلبه لفيرس كرم والله أنا أنا عايش محسوب ووالله امبسطت بكل شكل اللي عملتها والله ما في ما في ما في قصص هلقدي كبير يعني علميت إنه جرحك لا ما جرحك بتحب والدك وولدتك كتير يعني كتار مننا نحنا الأعلان بيعرف علاقة فيرس كرم بأهله وبي والدك شلي ممكن بلك هالقصة أنا طردون يعني اتهبلني انه طبيعي انه ايه بلك يا خيه ايه أكيد ما هو القهد لا بس عاطفتك بتبين كتير حلوة كتير قوية لا قلك لأنا ما عندي ضعف بديني كلها صوع اللي عم يوبيين بتحرق أخته ما أسأله لحظة بس تقفلت الميكرو الباوي ما تحملت الباوسة يا عمي يا عمي بس خايزبت الميكرو يا عمي يا حرق أخته ما أسأله جوسويمي جزان موسيقى شلي ممكن تعمل ويرضيون ولو مايرضيك أصلا مكل شى بعمل وبيرضيون ولو مايرضيني شو عملت قلي شي أو شو ممكن تعمل كرميلون كتير أصاص شو بتعمل كرميلون شو بعمل كرميلون ألا هني بدونيينة اتجواز أم وأنت شو أنا إذا برجع إليه ما بحب تجوز كان واحدة بدت تتجوز فيريس كلم كتير بس بدك أنا أتجوز حكيها بصرح ما عم تلاقي ابنت؟ بلى في كتير ناس أشرف مني و بنحطه على الراس بس فارس معدي وسق بس لا بلى بس أنا أنا إنسان صعب إنسان مزاجة إنسان صعب إنسان مودي كل يوم كل يوم بوع عشي وبنام عشي أنا عم إليك هيدا الشي اللي كنت عم تسألين عنه اللي أخدته الدني مني الله عطاني كتير نعم بس هيدا الدنيا والفن والليل والشهرة أخدوا مني هول قصص أجابوا لي هول قصص يعني صرت قلتلك إنه ما عندي قيمة تب شو اللي بيجمعك بملحم بركات غير البطيخ قلبه الطيب كنت شوفه أنا كنت مشاكل أنا ويا أصلاً ملحم وقت قالوله ناس أصحابنا يعني صديق مشترك أنا ويا قالوا جاي فارس قالوا بدي فل آه هل قد قالوا لي قالوا ما بحبه بسبب بحبه عندي ضعف وهو اللي بقيلنا بعتقد أنا يعني هو اللي بقيلنا ما بين كل هالكبار اللي فلو كرمال هيك يجب نحافظ علي طب بلا حب بلا بطيخ ما لقيته شي تانية تقوله غير بلا حب وبلا بطيخ غنية 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 وبلا عشق وبلا أحساس حبك صار من التاريخ وارتحنا من واجع الراس خاي أريحشية وعامل واحدة اسمها ما رح أنساك عامل كذا واحدة كمان تعرف شو اللي بيعجبناه بعجبني أنه ملح بركات التاريخ كبير كبير كتير يعني إذا بتجمع ثلاثة ربع فنانية الوطن العربي ما حدا عنده هيتات قد ملح بركات يعني مش كل واحد بيضرب له غنية طلع بيحكي عن ملح بركات فيرس كرم مخنوق من شو؟ زعلان لا زعلان لمين بيلجأ لمين بيلجأ لربي صرت اللاوة فجأة لا 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 بس صرت بتخاف الله فجأة لا أنا من الأول ما خلقتك خاف الله وأنا أنا إنسان كنت ضل قول عطول أنه فارس الخار عطول بيغلب فارس الشر لأنه كل إنسان فيه بتعرفي أنت بس أبدا من الأول أنا لو ما أنا بخاف الله ما ما وصلت لهون ولو ما أنا بحب الله والله راضي علي وأهلي راضيين علي أكيد فبس كن تعبين وبس كن حهمة أهةып مأهور حلمي بكر إي حرق أخته ما أسأله دعني أسألك قمي así أم Kindern لا تسأليني لا 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 كيف أن تتحدث عن نفسه سي Guy في موسيقار اسمه ملح بلاكات حلم طبعاً حلمي بكر حلمي بشع لا انه طلع كابوس بشع في حدا تاني كمان ما بعرف كمان موزيع قال اني انا بدي ما تذكريني شو ايه اللي عنه نسيت انا نسيت بذكر انه مين وفارس كرام مين وفارس كرام قال له فارس كرام هيك على الخفيفة تحت الهوى باللي لا قال له على الهوى بشارك لا لا على الهوى ما عنا ثلاث اربع كاميراية منتشرين بس هيدا طلعت فتاش لقيت تعمل مشاكل مع كذا حدا اه هو يمكن لك ما بتعرف شو هي المشكلة المشكلة اني كترده والمشكلة اني بتسكتي اذا بتسكتي في كتير عنا بصير تطلع تحكي كل واحد بديوع من مشكل معك كل واحد بيطلع بيعمل مشكل معك في ناس بتحاول تستخف بفارس كرام من ايكي بدي اقليك كلمة اللي بيدعسلي عدوفري نحنا بقولوا اللي بيدعسلك على اجرك بتدعسله عكي حلول اللي بيدعسلي عدوفري بيدعسلي فيني بيدعسلك انا شو بعمل شا عايدة لحظة بس تقفلت الميكرو ما تحملت البوصة يا عمي يا عمي بس خينزبت الميكرو يا عمي فارس الالقاب هالقيمة يخرق اخته ما اسأله شو الالقاب مونة انت شو فارس شو اسأل من حلمي انت ابو الكرم اسأل من حلمي منركب مقلته لحلمي بديك قلي الكلمة اي قلي تدق بفني بس ما تدق بشخصي فيك تقولي فارسة صوته مش حلو فيك تقولي اغانية ما بتعجبني فيك تقولي هو كفنان ما بيعجبني بس ما فيك تدق بشخصي طبعا هالالقاب بتدحكني انا بقى بشوفونا عا تويتر والله العظيم سير الدحك هني بعلي بعرف شو اه طب اذا بدنا نعطي لقب لفيرس كرام شو منقول فيرس كرام لا مشي اسمي اكبر من كل الالقاب طب سلطان الطرب اسمي اجمل من كل سلطان الطرب جورج بصوف اللي بقلو انا بحب عيط البواديع اكتر ما بحب عيطل سلطان طرب ولا مرة حيطل سلطان طرب شمس الاغنية نجوة كرام بحب عيطل نجوة كل حدا يعني بيحب لقبه بس انا بحب اسم الشخص بحسه ايمي اكتر من اللقاب حس الكس انا بيحترق ما بتحبه ما بحب الالقاب شو بتحب انو بعد في واحد مسلا مقالش ديناصور فعلا اما شو شو بقوله اني اه حلا كتير هدي شو ايوه ازتون علي شوفت كيف كلهم زتون علي الصخن عليكم مساقه علي لا عنا جدا مساق اه 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 ويا حبيبي حبك حيارني حيارني حبك لاك اديش اكرم مني تعطينا نص بعطيك حبي ها ده نصة ها بس صخن عمش قدر اكون مار بس طيبين ايا اه قفتاناتة باقي بجزين ولك باقي بجزين ورح نوت بجزين ويدفنوني بجزين نوان بدي يروح النوان بدي يروح شو في عالم بدايق منها اه هول طبع جسوي شارلين جسوي ميجزين جسوي جزينة ايه كتير شوب جسوي ميجزينة ميجزينة بشرفة كاملة يلا خلص هيا لنضال على الهواء لا من النضال نضال خلاش تصوريني ايه ايه فارس كرم ليه ما بتحب تطلع على الاعلامي كتير بقولوا فارس ما بحب يحكي ولا ما بيعرف يحكي في رأيين ماشيين بارلالة اه ايه اذا بحكي كل شي بعرفه كارسة كارسة كبيرة كرماليك ببعد ما علمك الفنت سيئة تكذب تلبس ماسكات شوي لا 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 انت بتعرف كتير مني واللي عم يحضر بيعرف انه هايدا انا شو اجمل مقابلي عاملة بحياتك وفاء الكيلاني متاهة لانه ابضت لا ابضتنا منهم انهم من كل انتم من اي من ابضت انا جبت عملت ماش بيتي جبت لك يا عمي كبت الخيرك يا عمي شو بدي قللك يعني بيدي تعملت اصلا ما احد بفوتني بالحياة تغيرك انت ليه انا ما علي بس ايه انا بحبك اين بتعود هون اين بتعود بالشمينة تحت شو الفرق حسب القاعدة حسب المين لا لا بس ايام اهلي بكون هون اهلي فوق مني طبي فيما أهل بيكونوا منظر مصر تحت شو الفرق بينهم تحت لك هذا البيت بيت الضائعة ما حدا بيجيناه اليوم زمن مين فارز كرام بشو بالفن في أسماء كبيرة زمن الغنية الحلوة في أسماء كبيرة وقعت ما فينا نقول لا في ألبومات لفنانين كبار وقعت اليوم زمن مين فارز كرام زمن الغنية الحلوة بس اليوم في نجوم بعتقد أنا ما بينزحوا في أسامة كبيرة إذا بدك نحكي عصا عيد لبنان عصا عيد لبنان عصا عيد لبنان في كتير يعني أنه منحن بركات ورغب علامة وواقل كفورة وعاصح اللانة ونجوة وقاليسة وهايفة ونانسي شو حقلك أنا أنه ما بش رح ينزح طب ليه ما بيطلع أسماء جديدة على الساحة ما بيطلع أسماء جديدة يعني أنتو الأسماء الكبيرة أكلين الجو ما بتخله حدا يطلع كل شي يتغير كل شي تغير اليوم بطلت اليوم قداش فيتين سمئين يعني صارت الخبرية قداش عندي فولوورز قداش عندي شي بعض طب ليه عندك فولوورز أقلب كتير من غير فننين لأنه أنا عريق عيش خائي ممسوط فيهم شفتي هول عندي ممسوط فيهم كل شي ما فيه مليا حقيقيين أم لا مزعبر شوية لا ولا نتفي طب ليه ما بتزعبر لأنه اليوم هو معيار لا مش معيار أنا ما بديك تزعبر بس أنا عم بسألك يعني ليه كيف قدرت ما تفوت بالموجة ما حبيت الفكرة يعني بالنهاية الحفلة اللي بتحكم ونجاح الأغنية اللي بتحكم يعني اليوم الفنان على الأرض هو الأساس يعني هو العالم تفنيصة أنه عندي فوت عند حدا أنا ما بعرف وأنا بتسلق إياه فوت على الإنستا أما على التويتر غير لقلي لايك لما بتعمل لايك لقلي حدا بحبه مع أن جار والله ما عندي مشكلة بس المشكلة أنه أنه بفوت بلاقي عالم لك يا أختي ما بعرفهم عما عندها 400 ألف و500 ألف بليون ونص بصير اطلع حيالي على المرية هبدلك خمس بعيونك بصير اطلع حيالي على المرية أنا بصير قولي شوها الفاشل آه عن جد فاشل أوف ايه كيف هو اللي عندهم ومع بيلك تفوت بالكزب أكيد لا فارس كرم قاعد بمطعم عم تتعشت طولة حدا أكلت غمزة إذا بنت حلوية آه داروتكن حلوية يعني داروتكن حلوية في أحلام الجميل قديت الحلقة تفرجت على هايفا مم بصاة تحبيت كيد حبيت لأنوانت وحبيت أنو هايفا شو بتعمل الله بحب الجميل الله بحب الحلوين أخدت غمزة شو بتعمل بتقوم لا أكيد لا لا هي بدأ تجي آه يمكن أنا بخاف أنا أكثر إنسان جبان بها الموضيع أنا ياما في عالم ما رأيت بحياتك أنت جبان بها الموضيع لا أم بصدق والله فاريس كارا والله جب أنا بعمري مني 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 فاردوم مني محركش بوحدة والله أنا مش أنا يعني مش أنا كانت البداية مش أنا أول خطوة مني أنا أبدا أنا بترك الأمور تجي لعني لا مش أول خطوة لأنك تستحي مش لأنه شايف حالي لأنه بستحي مش روح تصدق أنت بس أنا ولا مرة أنا تحركشت بحدا مين البنت اللي بتعجبك غير إنها حلوة البنت الطيبة نظيفة الزكية نازم بتحجب أمك وبيك نازم يوافقوا عليها هنه لأنه هني بيحسوا إذا ما وفقوا ما 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 كم سيلفي بالنهار بتعمل ما بعمل ما بحب السواء ما بتعمل ما بتحب السواء لا كرميل لك عم تقنيل عم تسألين على الإنستا وعنه ما بتعمل توقفك وتعمل سيلفي تعنا عمل سيلفي أنا ويك أخطو ما أسألون بس اليوم صارت الخبرية مودة إذا ما كنت فيها أنت يعني براتي فتحت سناب شات ولا لا لا ما لك شراتك أنا أم صور غسما عني بتجي سناب شاتك لا مي بتشكي همك فرس كرم لا العذرة دخيل اسمها لا أم النور بس إذا عبيلك حدا تسمعه يعني تسمع كلم منه مين هو الشخص ما منشكي له همنا بروح نخبر عننا بس نعركنا إحنا بطل تخبي خالص ما بقى في صديق صدق ولا شيء أبدا لا بي أمي أختي هو العالم البوسق فيهم صرت قليل صرت قليل ما أوسق مثلا أنت بتعرفي هي من الأساس الدني اللي أخدتها اللي أعطتني إياها الدني كمانا في سؤال سألته ورح أسأله لكل الضيوف إذا بترجع لورا ليوم واحد منك مشهور شو بتعمل فيه كرم؟ بعيش حياتي مثل ما أنا عيشها أصلا أنا مش عيش حياتي كأني مشهور هم بترجع بتغني؟ ايه أداي أعطاني الفن وأداي أكرمني الله وأداي شرنات أداي أعطاني المغنى أعطاني مال وأعطاني اسم وأعطاني عيش حلوة وأعطاني فورست كلاس وأعطاني فايف ستار خليك تبرم العالم أكيد أنا بقرف من بعض الأسماء الفن بتدايق من بعض البرامج بشوفها على التلفزيون وبعرف مين وفوت على الإنستا بتدايق كمان على تويتر بس ما فينا نقول مخبّى قرشق الأبيض ليومك لأسود إن شاء الله يا رب يصير معيك أدي يا رب يا رب معاك سمالله معاك مني إن شاء الله سيصير معيك أدي بسم الله قلتلك أنا عيش كل يوم بيومه بايغا نتلعب بوكس ايه مين عبالك أنت عمي بوكس ما حدا بس عبالي عاميش في غايت مع مين طعم إنت أكيد فيك اللي بربحك بأكيد بعد العام كيف تعرف بقلبك وعيونك تغوسك كتبت على الإنستا لو النوايا الله صوت يفضيح تهول بشا ليه كتبت هيك ريتا يعني لا أنا في كيري عامة بتشوفك بتسلم عليك وتبوسك وتتحبك ويه واستاعتلك ويتمعي بس حسي أنا على الأيام في بألبك غصة يلتمعي وقت نحكي أكتر بس حسي في بقلبك غصة ما في غصة بقلبي في كل شيء حلو هم؟ معنوياتك كيف؟ معنوياتك؟ بومبة أنا فارس كرام بإذن الله طب فينا فل؟ المشكلة أنه أنا فل على البكلي مضطرة المشكلة أنه على البكلي مضبوط على البكلي مرسي على الكاسترا رح فل لأنه الإقلاع من جزين إلى بيروت دارة الطيارة برّ بدي ثلاث ساعات لقرأ أصل على لا، هذا ساعة ونصحة تذكر هيمو مجزين لا، مجزين بتجنن أحلى ضايع بلبنان بس أنه في مشوار وبرّة الحرارة هيك بشي ثلاثة تحت السفر على الخفيف يعني مش كتير بس هي أحلى من هيك في أجمل من هيك لا، ما في أحلى في أرواح من هيك لا، نيالك بهالبيت الجبع الحلو كتير هيدا بيتك؟ عروستك لهون ولا لوين؟ عروسته لهون فارس خليلي قلبي حبيب، بي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة